تعد ظاهرة تفشي الفساد الحكومي من أكبر المشاكل التي تواجه المواطن العراقي إلى جانب الأمن حيث تفاقم الفساد على مدى السنوات الأخيرة بعد أن وجد الفسدون وسراق المال العام والمرتشون أرضا خصبة لنشاطاتهم التي تسببت بخسائر مادية كبيرة مستويات الفساد في العراق وصلت إلى مرحلة دفعت بالمنظمات الدولية المتخصصة إلى وضعه في مراتب متقدمة بين الدول الأكثر فسادا على مستوى العالم في أغلب مؤشرات الفساد التي قامت بإجرائها منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ولغاية الآن آخر تلك التصنيفات أشارت إلى أن العراق احتل المرتبة الخامسة عربيا و169 على مستوى العالم كدولة فاسلة جدا بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 والصادر عن منظمة الشفافية الدولية منظمة الشفافية اعتمد لتقياس البيانات المستخدمة في حساب بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختلاس المال العام واستغلال السلطة لمصالح شخصية والمحسوبية في الخدمة المدنية بالإضافة إلى الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد لا سيما محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز ملف النزهة الفساد الحكومي في العراق لم يسفر عن تصدر البلاد لسلم الأكثر دول العالم فسادا فحسب بل عمل على إخراجه من العديد من مؤشرات الجودة العالمية حيث سجلت الحكومة أسوأ سلوك لها تجاه التعليم حينما عجزت عن طبع المناهج الدراسية للعام الدراسي 2015-2016 وحملت أسر الطلبة مسؤولية توفيرها بالإضافة إلى تبديد الأموال التي من المفترض أنها مخصصة للمباني المدرسية وهو ما أدى إلى خروج العراق من نطاق تقييم منتدى دافوس العالمي لمؤشر جولة التعليم ولم يكن هذا آخر المطافة حيث خرج العراق أيضا من التصنيف الدولي لمؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 وفق الإحصائيات التي أجرتها مؤسسة هيرتج الأمريكية فيما كانت المخوف من الفساد من أكبر الأسباب التي أرقت الدول والشركات في مؤتمر الكويت للمانحين من الاستثمار في العراق ترجمة نانسي قنقر